اخطر توقعات بابا فانغا العرفة العمياء لما تبقى من عام 2021 اغتيال رئيس وحرب طحينة وتسنامي مدمار اهلا بكم في فيديو جديد على قناتكم انا وهي هو النجوم لو اول مرة بتشوفي القناة ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد ولو الفيديو عجبكم يريد لايك وكمنتو شي من اخطر توقعات بابا فانغا فيروس كورونا يكتاح العالم في عام 2020 وبرك اوباما اول رئيس امريكي من اصل افريكي اسمر البشرة وانهيار برجية التجارة العالمية وزهور تنظيم داعش كل هذا واكثر اشهر توقعات التي ابقعت بها العالم العرافة الشهيرة العمياء بابا فانغا او كما تلقب نستر داموس البركان كل هذه التوقعات اتت من اشخاص اخرون يقدمون التوقعات ايضا للعالم مثل ميشيل حايك ليلى عبدالاطيف ومايك فاغاري ونستر داموس وكلها اسماء غنية عن التعريف ولكن لماذا نركز على بابا فانغا في هذا الفيديو تعالوا اولا نتعرف على اخطر توقعاتها لعام 2021 والاعوام المقبلة بابا فانغا لمن لا يعرفها هي امرأة تربت في اسرة فقيرة لم تكمل درستها اصبها حادث في السنة عشر من عمرها فقدت على اسره بصرها والرواية التي ذكرت في فقد بصرها انها في احدى الليالي كانت تسهيل في الطريق واصبتها صعيقة من السماء ارتفعت الى اعلى ودخلت ترفعينيها في كمية كبيرة ومن يومها الى ان توفت عن عمر يناهز 85 عاما فقدت البصر تماما ومن وقتها اتعت انها تشفي المرضى وانها ترى الاشياء رأي العين وان لديها توقعات لما سوف يحدث وكان ابرز توقعاتها بالنص سكوت برجي التجارة العالمي في امريكا حيث قالت الويل الويل سينهر الاخوين الامريكيين بطيور مصفحة وقد فصله بعض العلماء وبعض المؤمنين بتوقعات برغا ان هذا يشير الى سكوت برجي التجارة العالمي وقالت انه سوف يتولى اول رئيس لامريكا صاحب بشرة سمراء من اصول افريقية وحدث ذلك عند انتخاب باراك اوباما رئيسة للولايات المتحدة الامريكية وظهور جيش يدعي علاقاته بالاسلام متطرف سوف يعطف الارض فسادا وهذا مفسره كسيرون عند ظهور داعش ابن ثورة الربيع العربي وظهور ابو بكر البغدادي لانهم ادعوا بجيش انهم تنظيم مسلح ولهم كيان ليس مثل تنظيم القاعدة ولذلك قالوا هذا هو مقالته بابا فانغا وأخيرا استيقظ العالم على جائحة كورونا التي اجتاحت العالم بأسره وهي ما توقعته بالتحديد في عام 2020 وحدث بالفعل وإليكم متابعين توقعتها التي تحدثت عنها بابا فانغا وأنها سوف تحدث في الأعوام القادمة توقعت بابا فانغا حدوثها في عام 2033 إلى عام 2045 زوابان الجليد في الكتب الشمالي سيتم زوابان الجليد في الكتب الشمالي مما يزيد من فرصة حدوث فيضانات وإغراج كامل لبعض الدول التي تطل على السواحل وهذا التوقع يمكن حدوثه مع الارتفاعات في درجة الحرارة على قوكب الأرض والإنحباس الحراري الذي نتج عن كارثة المصانع في العالم كله والحرائق وتغيير المناخ الذي نشهده من ارتفاع كبير جدا في درجة الحرارة في السيف والبرودة الشديدة جدا في الشتاء وبناء عليه وفقا لعدد من الدراسات البيئية والتحليلات أن القطب الشمالي كارثة موقوطة يمكن أن تنفجر في أي وقت وتغرق مساحات شاسعة من العالم السفر عبر الزمن ما نشاهده من أفلام الخيال العلمي في هوليوت وفيليوت وهي خاصية السفر عبر الزمن والانتقال من مكان إلى آخر في أقل جزء من الثانية توقعته العرافة البلغرية بابا فانغا أنه سيحدث بين عام 2260 وعام 2304 الجوع توقعت بابا فانغا أنه في عام 2025 سوف تنتهي آفة الجوع من العالم كله الخلود من التوقعات الغريبة لها توقعت بابا فانغا أنه في عام 4300 سوف يحصلون البشر على الخلود الدائم بالتعاون مع الكائنات الفتائية وسوف يستطيعون التحدث إلى الله وكما يشير الإسلام ديننا الحنيف ولا أحد خالد ولا مخلط ولا دائم إلا سبحان الله تعالى مدينة تحت سطح الماء توقعت بابا فانغا ببناء مدينة كاملة تحت سطح الماء واكتشافات مخيفة لارتباطات بعض البشر بالأقمار والأطباق الطائرة والكائنات الفتائية والتي من المتوقع أن تخذوا العالم على حد قولهم في القريب العيش على مجرى جديدة توقعت أنه في عام الفين تلتمية واحد وأربعين سوف يصبح كوكب الأرض لا يصلح لعيش الإنسان فيه نظرا لكسرة الكوارث التبعية فيه والتي سوف تدمر الكوكب عن بقرة أبي وسوف يهرب ما تبقى من البشر إلى مجرى أخرى غير مجرى درب التبانة تحت نفس الشمس ولكن في مجرى أخرى وصفت العرافة عام 2021 بأنه العامل حالك شديد الظلمة لا يرجى منه أي خير ونتعو الله أن لا يحدث أي شيء مما تقوله ومن هذه التوقعات ما يلي توقعت أن يتم اغتيال الرئيس الروسي بوتين في الكريملين وتوقعت إصابة الرئيس ترامب بمرض خصير بالدماغ وعلى إسره سوف يفارق الحياة حدوث انهيار اقتصادي الاتحاد الأوروبي وفي أوروبا كلها تفوق النمر الأسيوي والمقصود به الصين ويغزر عالم باقتصاده وليس حربيا اندلاح حرب كيموية في أوروبا غزو إسلامي على أوروبا والمسلمون سيحكمون أوروبا بداية من عام 2021 حرب طحنة سوف تدمر الشرق الأوسط والبداية ستكون إيران وليس إسرائيل تصنامي يضرب سواحل أسيا وسيكون مدمرا ولا يقارن بتصنامي الذي حدث في عام 2004 وفي الختام تتحدث بعض المصادر عن بابا فانغا أنها خضعت لبعض الأبحاث العلمية والكشف عن حواسها الخمسة ومنتج عن هذه الأبحاث تبين أن قدرات بابا فانغا تخطت القدرات البشرية حيث قالت أنها تعرف وتقول ما تتوقعه عن طريق زلال تراها على سطح الماء فتعرف إذا سيحدث ودعت أنها بمجرد لمس أي شخص يمكنها أن تحكي له تاريخ حياته منذ ولدته وحتى مماته مثل ما تشاهد في المنس نمائيا كما ادعت أنها تشفي المرضى وكثرت الأساطير عن بابا فانغا وحتى الآن تبدو للعالم بتوقعتها أنها أسطورة لم تحدث وربما لن تتكرر مجددا شكرا للمشاهدة شكرا يا أحسن جمهور في الدنيا لو الفيديو عجبكم لا تنسوش لايك الفيديو وتشتركوا في القناة وتقودوا رأيكم في كومنت شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدين شكرا للمشاهدين